تمكن فريق طبي بحريني في مركز محمد بن خليفة بن سلمان الخليفة التخصصي للقلب من إجراء ثلاث عمليات دقيقة جدا لإصلاح الصمام المايترالي في القلب بكل نجاح من خلال استخدام تقنية مايتراكليب الجديدة بالقصطرة لأول مرة في مملكة البحرين في ظل ما تشهده مملكة البحرين من تطور كبير على كافة المجالات يبرز المجال الصحي والطبي كعلامة فارقة بالإنجاز والتطور المتسارع للارتقاء بالخدمات الصحية والطبية من خلال المواكبة لآخر المستجدات والتكنولوجيات الطبية لتقديم أفضل الخدمات للمرضى والمراجعين في مملكة البحرين ومؤخرا تمكن فريق طبي بحريني في مركز محمد بن خليفة بن سلمان آل خليفة التخصصي للقلب من إجراء ثلاث عمليات دقيقة جدا لإصلاح الصمام المايترالي في القلب بكل نجاح من خلال استخدام تقنية مايتراكليب أو المشبك المايترالي الجديدة بالقصطرة لأول مرة في مملكة البحرين طبعا نحن جدا فخورين أن نحن جزء من مركز محمد بن خليفة التخصصي للقلب لأن دائما إدارة المركز متمثلة بالدكتور ريسان البدران ونائبة دكتور العميد دكتور فؤار عبدالغازر دائما دعم مستمر لمثل هذه العمليات دائما نتطلع للأحدث وهي اللي قاعد يصير في المركز وجدا فخورين اليوم أننا هذه العملية على رقم أنها صعبة ودقيقة وتستقرق بين ساعتين لثلاث ساعات لكن في النهاية النتيجة كانت جدا سعيدة بالنسبة لنا لأننا نقدر نعالج مثل هاي الفئة من المرضى اللي كان في السابق ما لهم علاج غير الأدوية وللأسف الأدوية ما فيها فائدة بالنسبة لهم في الحالات تم أهمها مع التكنولوجيا الجديدة والتغنية صار في مجال أن نصلح أو نعدل هذه النوع من الصمامات عن طريق القسطرة وهي تدخل جدا بسيط عن طريق التدخل بالقسطرة في أعلى الفخذ بيكون المريض تحت بنج كامل وتحت مراقبة من منظار بالإيكو أو السونار على أساس أن نشوف وظيفة القلب ونشوف وظيفة الصمام خلال إجراء هذه العملية تقنية مايترا كليب الجديدة جاءت كبديل ناجح عن العمليات السابقة التي تجرى لتحقيق نفس الغرض من خلال عملية خطرة لفتح القلب وهو ما ينعكس بشكل مباشر على الحالة الصحية للمرضى وفترات العلاج والنقاهة أنا أحب أهني وأبارك لمركز محمد بن خليفة بن سلمانة الخليفة التخصص للقلب هذا النجاح لمثل هذه النوع من العمليات المتطورة والدقيقة وطبعا الفضل للدعم المتواصل من رئيس المركز الدكتور ريسان البدران ونائبة الدكتور العميد دكتور فؤاد عبدالقادر ورئيس قسم الجراحة دكتور حبيب طريف ولازم أطني على فريق الطبي اللي شاركني هذه العملية واللي أفتخر له أنه وكلهم كوادر بحرينية أثبتوا جدارتهم في مثل هذه النوع من العمليات التطور الكبير الذي يشهده مجال الصحة حاليا في البحرين ما كان لا يتحقق إلا بدعم من الحكومة الموقرة على رأسها صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة حفظه الله ورعاه لما قدمه من كثير في مجال الصحة واليوم البحرين تشهد ثمار أو جنات هذا النجاح كفاءات مملكة البحرين الوطنية أثبتت مكانتها في المجال الطبي بكل اقتدار مبرهنة على ذلك بخبرات عملية متراكمة وعلوم طبية حديثة والتقنيات متطورة ودعم وتشجيع حكوميين وإصرار على أن لا تكون البحرين إلا في المقدمة في جميع المجالات يحيى العمر لمركز الأخبار تلفزيون البحرين